بسم الله الرحمن الرحيم إلى منظمة الأمم المتحدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الغداء العالمي WFB ومنظمات حقوق الإنسان في العالم إننا كلاجئين في لبنان نتعرض للكثير من القرارات جائرة بحقنا وآخرها ما وصل لألاف العائلات من رسائل تفيد بتوقف المساعدات الغدائية التي هي من الأساس لا تغطي كل ما يحتاجه ومئات منهم يعوضونهم بمبلغ مليون ليرة شهريا يعني لا يكفي لشراء ما يحتاجونه من خبز أي ما يعادل 20 دولار شهريا لذلك فإننا نقوم بهذا الاعتصام معربين عن رفضنا لهذا القرار ورفض المبررات التي يتذرعون بها من شح الموارد أو محدوديتها وغيره من القرارات الجائرة ونطالب منظمة أمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان بكامل أقسامها بإعادة النظر بمعاملتها مع إرسال معاملة استثنائية للمجتمع اللاجئ والمضيف وذلك بالنظر لكتافة سكانها وموقعها الجغرافي وما يميزها بشدة وقساوة طقسها شتاء بسبب ارتفاعها عن سطح البحر ونطالب بما يلي أولا شمول كافة اللاجئين في إرسال بالمساعدات الغذائية والمالية التي تحفظ كرامة اللاجئين اثنين اعتبار كل لاجئ مسجل لدى المفوضي مؤهلاً لتلقي كافة المساعدات الإنسانية ثلاثة إلغاء المعايير التي تتذرع بها المفوضية التي لا تناسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للاجئين أربعة الاهتمام الفعلي الاهتمام الفعلي بالجوانب الخدمية والعلمية والصحية والإنسانية بحيث يستفيد منها اللاجئين دون تعقيدات روتينية مملة خمسة عدم التمييز بين لاجئ وآخر حسب الاتفاقيات والمواثيق المتفق عليها دولياً ستي إحداث مكتب خاص في عرسال يتبع للمفوضية يقوم على تحديث الملفات واستقبال ومعالجة كافة الشكاوي بالسرعة الممكنة بدلاً من مضيعة الوقت بالمواعيد الطويلة عبر الاتصالات الفارغة وتوفيراً على اللاجئين من الجهد والمال وإننا ننتظر جواباً حاسباً وسريعاً من المفوضية الأمم المتحدة في لبنان ولن نقف عند هذا الحد عند هذا الاعتصام وسنلجأ لكل الوسائل السلمية في التعبير لإيصال صوتنا وشكراً صوت اللاجئين السوريين في المخيمات عرسال